السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة انا هعمل معاكم 12 قطعة من الجاتو بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف جدا عملتوا ببساطة كده بس بجد كانت تعموا حلو ايه ما تنسوش بقى تعملولي سبسكرايب للقناة وتفعلولي سر الجرس عشان يفصلوكم كل جديد وتحطولي اللايك وتكتبولي تعليق حلو كده منكم لما تجربوه يلا بسم الله انا هنا عاملة 9 بطاط دمت 9 بطاط انت عندك البيت لو كبير شوية هتحط 7 بطاط انا عشان البيت عنده صغير حطيت 9 بطاط وحطيت عليهم كمان رشة من الملح وديت نص معلقة كده صغيرة من الفنالي هجيب المطرب بقى الكهرباء كده وحط فيه البيت بعد ما نزلت بالبيت كده بقى هنزل عليهم كمان بكوباية ونص من الصكر هدرب بقى البيت مع السكر كده كويس جدا وانا كده شغال الخلط نزلت كمان بنص كوباية من المياه دافية دي نص كوباية مياه دافية كده نزلت عليها بها والخلط شغال بعد ما دربته كويس بقى هنزل كده في البولة بجدل للطريقة دي سهلة وبسيطة كده ومش مكلفة وحلوة قوي المكونات دي اخدت معايا كوبايتين ونص من الدقيق دمت اتنين ونص من الدقيق نخلاهم كويس كده وهنزل عليهم كمان بكيس بيكينج بودر هقلب بقى الدقيق كده مع الخليط في اتجاه واحد وانت بتقلب الخليط كده هاشش معاك كده تحس ان البيض والدقيق مع بعض عاملين فوم كده حاجة كده سهلة وبسيطة ما خدتش معايا وقت خالص ده بقى قوام انا هنا جبت صاج الفن وحطت فيه ورقة زبدة وده هنتعب الزيت كويس انا هنا استخدمت الصاج بتاع الفن علشان خاطر افرد الخليط يكون سمك رفيح شوي ميباش تقيل معايا هدخله بقى الفرن مش هياخد معايا من ربع لتلت ساعة كده مااخدش معايا اكتر من كده انا كنت اشغال الفرن يسخن قبل ما اشتغل حطته في الفرن وطفيت من فوق لما اخد معايا استوق كده مااخدش معايا ربع ساعة زي ما قلتلكم وبعد كده اديته وش بسيط خالص وطلحته هنا ده بقى اشأكلها كده بعد ما طلحتها بقطع الجوانب كده عشان الجوانب هنا كترهيفة معايا خفيفة خالص معايا فبقطعها بقى علشان خاطر اخلي كله بسمك واحد بعد ما قطعت الجوانب كلها بالشكل ده بعملها بالمقصة عشان يكون سهل علي عشان بقطع معايا كمان ورقة الزبت وبعد كده بعد ما اعمله هاخد طبقة الكيكا دي هعين من تحتها ورقة الزبت واشتغل فيها هقطع بقى الجوانب كلها زي ما قلتلكم بالشكل ده علشان خاطر كله بسمك واحد اهم حاجة وانت شغالها في الكيكا تكون باردة معاكي علشان خاطر كده تعرفي تتحكمي فيها تسيبها لما تبرد خلص وبعد كده تشتغل فيها هكسم بقى الكيكا كده بالنصة هحاول ان انا خلهم يعني متسويين هخلي النصين قد بعض هعمل شربات كده علشان اسقي بها الكيكا عشان خاطر تكون طرية معايا هعمل معايا هنا كوباية من السكر على كوباية وربع من المياه هنا لون الشربات غامق شوية علشان خاطر السكر غامق السكر مش من اللبيض ده سكر غامق هنزل عليها بقى بعصرة كده من اللمون وكمان حبة من الفانيلي وهيسيبهم يغلوا بس غلوتين كده وهتنطفي عليهم النار انا عاوزها سرب خفيف ما بيكونش تقيل هسيبوا يبرد راخر بقى على جنب وهاعمل معاكم الكريم شنطي هحط هنا كوباية من اللبن على كوباية كريم شنطي ولو احتاج مني وبعد ما قالوهم مع بعض بالمضرب لو احتاج مني هحط ميا بقى ساعة او لو عندي لبن هكمل بس انا هكمل بميا عشان ما عنديش هلا كوباية اللبن دي انا هنا كان عندي كوباية لبن فعشان كده استخدمتها لو انت مش حابة تحط اللبن بتحط ميا من اولها لو ما عنديكش لبن بتحط الميا الساعة من اولها ممكن بتستخدميش لبن خالص هنا بقى كانت تقول معايا كده كانت حسيت ان هي عز ميا حطت له ميا انا بعملو كنظر كده بس انت خلي قوامه يكون يعني ولا متمسك اوي ولا يكون خفيف اوي ده القوام بتاعه هنا بقى قوامه كده بعد ما ثبت هسقيها بقى بالشاربات اللي انا كنت عامله لها كده بس مش هكتر اوي يعني هي مجرد بس معلقتين تلاتة كده على كل نص كده هسقيها معلقتين تلاتة وهجيب الكريم شنطي كده هحط بقى كمية من ده في النص كده هحط كمية كده من الكريم شنطي وافرته عازاكم كده تجربوها وتقولي لي ايه رأيكم في الكومنتات بجد سهلة وبسيطة كده وطعمها حل بجد حلو اوي عازاكم تجربوها هي مش بنفس الجودة طبعا بتاعة الجاتوبة بتاعة المحلات الكبيرة اللي احنا بنشتري منها بس كفاية اللي انت عاملها من تحت ديك لأطفالك كده مضمونة وحاجة كده سهلة وبسيطة واقتصادي انا هنا فردت طبقة كده متوسطة لو انت عاوز تزودي بيزودي الطبقة بتاعة الكريم شنطي لكن انا هنا حطيت الطبقة متوسطة في النص وحطيت طبقة يعني اتقل منها في عالو الش بقى ممكن تعمل الجاتودة بالشوكولاتة يعني بتحط كمان معلقتين مثلا كاكاو خيم في العاجنة وانت بتعمليها بتعين معلقتين دقيق وتحط معلقتين شوكولاتة بعد ما فردت بقى طبقة الكريم شنطي كده هحط بقى الطبقة التانية وبرضو سأياها بالشربات اللي انا كنت عاملها هنزل بقى كده كمان بالكريم شنطي هنا انا حطيت هنا معلقتين كده من الكاكاو البدرة ده الكاكاو خيم كده حطيت منه معلقتين وهقلبهم في بعض وهعمل بهم بقى الطبقة التانية انا نخلت هنا الكاكاو قبل ما استخدمه عشان خطري لو فيه تكتلات او حاجة هفرت بقى الطبقة الكريم شنطي كده بالكاكاو شوف شكل عامل ازاي ممكن تغمائي لو عاست غمائي شوية بتحط كمان حابة كاكاو سيادة بس انا استكفيت بطرجة اللون كده هحاول بقى فرتها كده كويس هسوي فيها كده على قد مؤثر حاجة كده سهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت وعملنا منها 12 قطعة وكمان الاحرف اللي انا قطحتها من الجوانب عملتها كمان حطيت فيها كريم شنطي قطحتها كده وعملتها في كبيات زي اللي بنشرعها من بره وحطتها لهم في التلاجة يحكلوها برده جبت الشوكة كده وعملت خطوط بالشكل ده عملت خطوط عشوائية كده بس طلعت حلوة اوه سهلة وبسيطة كده جبت الشوكة وتنيت عاملها بالشكل ده ودتني نتيجة حلوة كده هاجيب السكينة كده وقطع الجوانب معانا كده هحرف بس بسيطة خالص علشان خاطر منظرها هيكون حلوة عاوز ايب معاك كده في ريحك مية وفوطة علشان خاطر كل ما تقطع مرت اني مسح السكينة علشان خاطر ما تحسلكش كطعت الجاتو هحاول بقى كده اقطع القطعة دي نصين كده بصوا هنا انا قطعت كده بالنظر كده ايه لو انت حب بقى تقيسي هاتم عصطرة وقيسي القطعة عشان كلها تطلع زي بعضها بس انا كده نظريا يعني جبتهم قد بعض مش فرق كتير يعني الفرق من القطعة للقطعة مش كتير وفي الاخر احنا اللي هنأكلها ايه رأيكم بقى شوف القطعة شكلها بجد عامل السيء بجد جميلة وبسيطة وما اخدتش معايا وقت خالص والتكلفة بسيطة وعملت منهم 12 قطعة يعني كمية حلوة كمان هنا جبت كريس بقى كده وحطت على كل واحدة كريس انت بقى حابة تعملي اي فرم تانية شوكولاتة اللي انت عاوزة يحطيه فاكهة زي ما انت عاوزة انا اللي كان عندي متوفر كريس فحطت كريس كده بس وزعت على كل قطعة كده يعني نص كريزة يعني كمان الكريزة كسمتها بنصين كده حطت على كل قطعة نص كريزة فيه ابسط من كده انا كنت عاملة كمان واحدة شوكولاتة بس ما صورتها بش يعني هي نفس الطريقة بس حطيت في بدل الدقيق بعد المعلقتين دقيق حطيت معلقتين شوكولاتة وعملت الكريمة بقى بتاعة الكيكت الشوكولاتة عملتها كريم شنطي ابيض عادي خالص وبرده زي انتو بالكريزة يعني هتشوف في اخر الفيديو كده في الطبق هنحطة كطعة صغيرة كده من الشوكولاتة هي كطعة صغيرة كده كتفضلة حطتها في النص بيجادة سمكها حلو وجميلة جدا شوف شكلها عامل زي ودي الكطعة اللي في النص دي اللي كانت من الشوكولاتة عازاكم تجربوها وتقولي ايه رأيكم في التعليقات وما تنسوش تحطولي اللايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوز زر الجرس عشان يفصل لكم كل جديد وتشايرو الفيديو ده لكل قريبكم وحبيبكم وبكده فيديو النهاردة خلص أسيبكم بقى في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته